متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة بيجي لي في التعليقات سواء على القناة الخاصة بكل يوم موقع جديد أو القناة Infotech4You إزاي بتعملي البرزنتيشن اللي بيكون فيها شورتس ومحتوى بتاعك على اليوتيوب البرزنتيشن أو العرض التقديمي أنا كنت تناولته والله من قبل بس أعتقد أن مع كمية المعلومات الكتيرة والمواقع الكتيرة اللي بنتكلم فيها بعض المعلومات بتطوف النص وده شيء طبيعي جدا عشان كده هركز معاك النهارده بشكل عملي إزاي تقدر تعمل عرض تقديمي من محتوى عندك سواء كان المحتوى ده ملف مثلا أو نص إنت بتاخده Copy and Paste وهحط لك إن شاء الله الأمر الخاص بعمل Powerpoint في الوصف أسفل الفيديو علشان تستخدمه مع أي ملف هترفعه وعايز تعمل منه Powerpoint يلا بينا النهارده نستخدم Genespark.ai Genespark.ai كل يوم بيقدم لك 200 نقطة تقدر تستخدمهم بشكل مجاني طبعا مع المحتوى الكبير قوي اللي بيحتاج سلايتس كتير ممكن ما يتكفيش معاك 200 نقطة ولكن مع المحتوى المعقول هنشوف إزاي ممكن إحنا نحط المحتوى ده داخل Powerpoint مش إحنا بقى اللي هنحطه Genespark.ai هو اللي هيعمل الموضوع ده أول حاجة هتخش على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو Genespark.ai وحتلاقي الاجنت كلها كل المساعدين بالذكاء الاصطناعي موجودين قدامك إحنا هنستخدم الاجنت الخاص بالAI سلايتس البعضة حيقولي طب لو أنا حبيت إن أنا أستخدم السوبر ايجنت سوبر ايجنت ده أفضل ايجنت ممكن تستخدمه ودست على تاسك ممكن أستخدمه في بناء سلايتس ممكن تستخدمه في بناء سلايتس ممكن تقوله generate slide deck في البداية خالص تقوله أعملي slide deck ومعنى slide deck إنه هو هيعمل لك سلايتس ولكن إحنا هنا بفضل أنا بفضل لأنا أستخدم الAI سلايتس أدوس كده على الAI سلايتس وأبتدي أتحول الAI سلايتس مود وفيه إمكانية إن أنت ترفع الملف بتاعك وفيه حاجة اسمها AI drive الAI drive دي موجودة داخل Genespark AI لها مساحة محددة في الخطة المجانية بتكون حاطت فيها الملفات بتاعتك إحنا خلينا في الطريقة العادية بتاعتنا هنروح نعمل browse ونرفع الملف بتاعنا اللي هو عبارة عن word document وزي ما قلتلك إحنا حاليا في slides mode هبتدي هنا أحط الأمر بتاعي حول هذا الملف النصي إلى عرض تقديمي احترافي واجذاب على شكل شرائح powerpoint أنت ممكن ما تقولوش خالص شكل شرائح powerpoint بس أنا حسيب لك الأمر في الوصف بالطريقة دي علشان لو أي نموذج تاني عنده قدرة على عمل powerpoint تاخده كده copy paste اجعل الشريحة الأولى عبارة عن غلاف يحتوي على العنوان الرئيسي واسم المعد مثلا وهو مروى سليمان انت بتحط اسمك وتاريخ التقديم وهو تاريخ اليوم قسم المحتوى إلى شرائح منظمة كل شريحة تتناول فكرة أو نقطة رئيسية واحدة فقط لسهولة الفهم حط كده bullet points أضف عنوين واضحة اجعل التنزيق بصري جزداب عشان يقدر يحط لي شارتس مثلا في والألوان والآيقونات والحاجات دي كلها يهتم بيها داخل الباوربوينت لو المحتوى فيه فقرات طويلة اختصرها لنقاط واضحة محتوى الملف موجود في الوثيقة المرفقة اعتمدوا كأساس للعرض وهو ده الملف المرفق بعد كده هبتدي ان انا ادوس enter علشان نشوف هيعمل ايه هو هيبتدي هنا في سلايد هو هنا هيبتدي ان هو يشتغل انت بحث سيبه يشتغل هيستخدم الادوات بتاعته هو له ادوات بيستخدمها في عمل الباوربوينت ولو احنا بصينا على الادوات عندك الاداية الخاصة بالريد بيبتدي يقرأ بعد كده بيقرأ طبعا الملف اللي انت رفعته بعد كده هيبتدي ان هو يشوف المحتوى ويفهمه ويبتدي ان هو يلخصه دي المرحلة التانية بعد كده بيبتدي ان هو يستخدم الادياء اللي حيعمل بيها العرض التقديمي وهنا قال لي انا حق انشئلك العرض التقديمي من 12 ل 15 شريحة وحيبتدي يديني الاوت لاين الزكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مقدمة واحصائيات عامة التشخيص المبكر الكشف المبكر تشخيص امراض القلب الكشف عن الامراض العصبية كل ما ورد داخل الورد دوكيمنت هيبتدي ان هو يستخدمه في عمل الباوربوينت هنسيبه بقى الحياة دوما يخلص خالص وبعد كده هو هنا حيبان معاك طبعا هنا التفكير الكود والبريفيو ده اللي حيظهر عندك في الاخر خالص على هيئة باوربوينت زي ما احنا شايفين بيبتدي الوقتي حاليا هو خلاص انتهى من مرحلة التفكير دخل في مرحلة كتابة الكود وبعد كده هيخش في مرحلة عمل اول شريحة زي ما انتم شايفين الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية اعداد مروي سليمان زي بالضبط ما انا قلت له في الامر وتاريخ التقديم قلت له تاريخ اليوم اعطاني تاريخ اليوم خلص الاسلايد الاولاني دخل على الاسلايد التاني بيبتدي حاليا يخش على كتابة الكود لسه في السينكينج يخش على كتابة الكود وبعد كده البريفيو وقادي الاسلايد التاني وهكذا لحد ما يخلص الخمسة وشر سلايد سحنرجع لكم مرة تانية تم الانتهاء من العرض التقديمي اللي هو عبارة عن خمستاشر سلايد هنا بيقولك في الاخر لو انت عايز تضيف اي تعديلات ممكن يضفلك ممكن لو عايز تحط شارتس او اي حاجة ممكن تضفلك يعني يضفلك في ايضا اسئلة ونقاش هل لديك استفسارات او نقاط للمناقشة وده حطه في الشريحة الاخيرة بس اخد بالك انت في الخطة المجانية مش هتقدر تعمل اكتر من بريزنتيشن ولو البيزنتيشن كمان محتوها كبير ممكن يقف منك عند جزء معين ولكن يعني ايه ممكن يغطي بريزنتيشن في اليوم فيه كمان امكانية ان انت تعمل ايدت يعني ايه ممكن تعمل ايدت يعني انا ممكن مسلا سي اروح في الشريحة الاولى زي ما احنا شايفين وهو موجود في كل شريحة ابتدي ان انا دوس على اي اي ايدت لو دست على اي ايدت انا ممكن اعمل ايدت في الحتة دي اقول له مثلا غير لي التايتل غير لي اللون ممكن هنا اقول له كم بتغيير النصف الى الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الصحي حبتدي ادوس انتر بزي ما قلتلك برضو انت ملتزم بعدد من النقاط يعني او الكريدت ممكن ما يكملش معك موضوع الايدت ولكن احب ان انا ورهه لك بشكل عملي حيقوم بتغيير العنوان الرئيسي فيه الشريحة حيبتدي اغيرها وبص الايدت هنا بيعمله على الشريحة الاولى بقى ما بيبتديش يعمل لي التغيير في كل تاني مرة واحد هي الشريحة الاولى فقط زي ما احنا شايفين وحننتظر التغيير في البريفيو الزكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الصحي قام بتغيير التايتل فيه ايضا الادفانسد ايدت لو دست كده على الادفانسد ايدت هنا بيدخلك في شكل شبه الباور بوينت شوية عشان تقدر تعمل ايدت في تغيير الهيدنج ستايل في تغيير مثلا سي اروح هنا اغير اخلي بولد ممكن هنا ابتدي ان انا ازبط اقل الفونت شوية مثلا اخليه 54 عشان ما ينزلش لسطر تاني ممكن تعمل الادفانسد اللي انت بتعمله داخل الباور بوينت وهو بيعملك سيفنج اي حاجة انت بتعملها داخل هذه الشرائح بيقوم بعمل سيفنج لها نفترض هنا مثلا انت عايز تخلي الجزء ده بولد تبتدي تدوس عليه وتعمله بولد اس اس انتر في اليمين يمين للشمال مش شمال لليمين هنا اغلب الادوات اللي بتحتاجها في عمل تعديل على الشرائح هتلاقيها موجودة هنا ممكن ينبقى تعمل insert the image عايز انت تضيف صور من عندك تقدر انت تروح تعمل insert the image ممكن تروح تعمل insert the link فيه كمان امكانية انت تعمل insert the table وذي حاجة ممتازة جدا داخل اللي موجودة جوا هارجع مرة تانية pack to slice كل حاجة هيكون تم حفظها لان هو بيعمل لها saving على طول وفي الاخر خالص بتعمل view and export وتعالوا هنركز مع بعض في الجزء ده اعتقد ان انا شرحته من قبل على القناة في فيديو منفصل ولكن بما ان احنا بنتناول عمل presentation بجينس بار كي اي فلازم اقوله هنا هنا فيه نوعين من تصدير الملف ده pdf و bbtx ال pdf هينضي ال pdf معاك كويس مفوش اي مشكلة وفيه ال pbtx ودي اللي اغلبنا لما بيجي نزله يجي وفتحه على ال powerpoint بيلاقي ان هو حصل كده لغبطه فايه الحل بقى هو نفسه بيقولك لو انت روحت على التلات نقط دود edit in canva and figma افضل طريقة ان انت تعمل ال edit داخل canva او figma مش في ال powerpoint وبالتالي هتروح تعمل ايه وانا بفضل ان انا استخدمه على canva ان انا اروح انزله كpdf وبعد كده اروح ارفعه كملفة على canva اعمل ال edit اللي انا عايزاه وبعدين ارجع ان انا انزله كpowerpoint هنشوف دلوقتي مع بعض الموضوع ده انا هبتدي ان انا اعمله export كpdf وبعد ما اعمله export كpdf هبتدي اروح على canva وحبتدي ان انا اروح من خلال canva ارفعه كpdf ازاي الكلام ده حضرتك بتروح على الصفحة الرئيسية ال canva وتبتدي تتوس upload وتبتدي ترفع الملف بتاعك اللي هو pdf وده هيكون شكله بالمنظر ده هتخش على slide slide تبتدي بقى تضبط اللي انت عايزه فيها وبعد ما تخلص ال edit بتاعك انك بتضبط تشغال على powerpoint تبتدي تروح تدوس على share ومن share تعمل download وتختار type بتاع الملف عندك كل الانواع ومنها ال bbtx كعرض powerpoint وتبتدي ان انت تنزل وده شكل ال powerpoint بعد ما فتحته من خلال موقع وده شكل العرض التقديمي بعد ما فتحته داخل ال powerpoint زي ما انتم شايفين بسه في امكانية ان انت تعدل داخل ال powerpoint ولكن نزل بشكل ما فوش اي لغبطة واتمنى يكون النقطة دي وصلت لكم بشكل جيد اشوفكم فيديو قدم باذن الله على قناة كل يوم موقع جديد احاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تبخلوش علينا باللايك وشير وكممنت لو كنتم متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفونا الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة